صباح الخير نريد أن نكمل كلامنا عن الالكتوريك كاليج والخريطة بتاعت الانتخابات الأمريكية هتلاقي هنا في فلوريدا اليا 29، نيويورك 29، بنسلبانيا 20، برجينيا 13، نيو مكسيكو 5، كولورادو 9، كاليفورنيا وده اللي كنت بقول عليه ان كل الولايات اللي هنا او 99% منهم ديموكرات واللي هنا ديموكرات اللي في النص معظمهم ربوبليكان ما عادة بعض منهم اللي بيعتبروا اللي هو سوينجر شتيت دولا اللي بيتأرجحوا ما بين مرة ديموكرات مرة ربوبليكان حسب المرشح حسب الهوى بتاع أهل البلد بتبقى بلد ساعات برضو الناس بتيجي وتروح فيها يعني في بلاد معروفة مثلا ان الحالة الاقتصادية بتاعتها الحالة الجوية الحالة المشعبية الناس لا يعني ما بتعودش كتير فيها يعني ما فيهاش شغل كتير ما فيهاش ده ما فيهاش دوان حسب برضو هو كل مرة مين اللي بيشدوهم يعني هم ما عندهمش اهتمام بالحزب نفسه بيبقى واحد مثلا قال كلمة عجبهم او جايع لصالحهم او كده ودين في الفين واثناشر دين بتاعت انتخابات اوباما اللي انا كنت من الناس اللي كانوا ناشطين في نجاحها هنا في فلوريدا وفلوريدا رحت له خد هو التسعة عشرين بتاعت فلوريدا وعلشان تنجح لازم تجيب متين وسبعين هنشوف هنا هو خد كام هو خد تلتمية اتنين وتلاتين يعني ده رقم كبير وحلو الفرق بها هو خد البابلر بوتس كان الفرق حوالي خمسة مليون يعني مرة انا شوفت مرة في انا بتصدر من امريكا قناة عربية وطلعت المذيعة تقول ان الفرق خمسمائة الف هي مش فاهمة الخمسة مليون من الخمسمائة الف المذيعة بتقول يعني ان المفروض اوباما مايفرحش او الفرق بسيط حتى لو خمسمائة الف فرق حلوي يعني فرق جامد لان اسعاد بيبل فرق عشر تلاف او لا ده الفرق خمسة مليون هو نجح بخمسة وستين مليون ورامني نجح بستين مليون ودي كانت تعتبر من اعلى الانتخابات يعني ان الناس تشارك في الانتخابات انما كان نجاح ساحق وميت رامني مكانش فاكر ان ده اللي هيحصل وحتى كان لي مرة كان بيكلم في الخفاء في حديث لي كان احتفال اللي هو فاند رايزنج اللي هو علشان يلم تبرعات وقال ان اوباما هيكسب بس ب 47% دولا الناس اللي معتمدين على المساعدات الحكومية او 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 وده كان اهانة للشعب الامريكي والديمقراطيين بصفة عامة ودي للأسف الصورة الخاطئة اللي الناس فاكرنا او العرب في امريكا فاكرنا ان الديمقراطيين هما الفقر يعني مشكلة العرب ان دايما عشان يظر ان هو غني فيروح للجمهوريين يعني نوع من انواع انه زي العربية المارسيدس يعني العربية اول ما يختني في امريكا معروف يجيب مارسيدس يجيب كده لك لما طلعت اللاكسس كده شوية بقى ابتدي يجيب اللاكسس انما برضو العرب من بيفهموش فيها قوي فيجري على المارسيدس يعني انا اعرف واحد يعني كانت حالته مهياش يعني ادي كده بس عشان يظر ان هو بتاعه راح جاب مارسيدس ومارسيدس يعني عمرها بتاع حوالي عشرين سنة لمجرد ان هي مارسيدس فما علينا ان الفكرة ان الديمقراط وزي مولت مبارح المرة اللي فاتت ان بالعكس الديمقراط معظم الديمقراط هم المتعلمين هم اللي بيشتغلوا في مهن يعني اشغال مهنية زي المحامي زي المحاسب زي الدكتور زي المهندس واسازة الجامعة والعكس صحيح يعني معظم اسازة الجامعة هتلاقيهم ديمقراط فالمهم لما رامني قال الكلمة دي ان قلب السحر على السحر هو اللي خد حوالي 47% وأوباما خد 53% وده كان يعتبر بيسموها يعني يعني حاجة صاحقة لأن معظم الوقت اللي بينجح بينجح 51% 50.5 فعلشان تجيب النتيجة دي وبفرق حوالي 5 مليون ده كان شغل جامد وأوباما كان معروف عنه هو اهتم بالانترنت وهو تأثر بالثورة بتاعة مصر في 2011 واشتغل على دوان في 2011 و2012 يعني حتى هو من 2008 هو مهتم بالانترنت وبعدين لما شاف أن الثورة بتاعة مصر قامت على الفيسبوك وقامت على السوشيال ميديا فتأثر بيها واهتم جدا بالسوشيال ميديا واهتم بالشباب والناس اللي بتفهم يعني اوباما مهتم بالتعليم جدا لأنه هو تعلم وهو حاسس أو حاسس أن التعليم هو اللي نقله من إنسان فقير لعلى يعني متوسطة الحال الأبو كان متعلم إنما أبو تركه وماشي وأمه يعني عانت على تربيته وجده وجدته وكده إنما أمه يعني كانت محياش يعني بالحاجة يعني كانت عمالة تتجوز وتتجوز وتروح هنا وتيجي من هنا يعني هو تشتت كتير يعني تعب كتير إنما التعليم وتفوقه في التعليم هو لدي له الفرصة أنه هو يبقى إنسان تاني يعني غير يعني خليها تخلص من لونه خليها تخلص من فقره فهو كان مهتم بالتعليم جدا ومهتم بالمتعلمين يعني هو خلى الناس المتعلمة تشتغل في الانتخابات بتاعته وكله كان يعني بيسموها يعني كله كان بلانتير يعني ما كانش يعني ما كانش حد بياخد فلوس ما كانش حد بياخد أي مقابل في الموضوع يعني وكله كان بيعمل للحب بتاع أوباما لأن إحنا كشباب كنا يعني معظمنا كان يا في العشرينات يا في التلاتينات يعني كنا شايفين فيه إن ده شخص يحترم شخص كويس محتاجين إن إحنا ندعمه وأيضا حتى اللي كان بياميل للجمهوريين كان بي برضو معجب بيه كان حاسس إن هو شخصية محترمة وهو كان من ناس كمان اللي لغوا بار عليه يعني هم حاولوا إن هم يطلعوا حاجات أو يخترعوا عليه حاجات شوية قال لك ده مولود في هواي قبل ما ما تنضم لأمريكا وشوية بقى عايزين يطلعوا له شوية حاجات ويخترعوا علاقاته مع ناس معينة قال لك ده لي علاقات مش عارف مع مين وده بيعرف كان مين وده كان إنه علشان يشويهوا صمعته بس ما ادروش ومن هنا بنشوف إنه هو خد الغالبية تعتبر الغالبية الصاحقة لي في حين إنه في نفس الوقت بتاع الانتخابات دي في ولايات اللي هي الزرقه هنا ما كانتش الزرقه في انتخابات أعضاء الكونجرس لأن الكونجرس بينتخب كل سنتين فمرة مع الانتخابات الرئاسية ومرة في انتخابات اللي بتسمى انتخابات نص المدة ففي ولايات حتى فقدت أعضاء الكونجرس بتاعتها اللي كانوا ديموكرات فالفكرة كانت مش حزب قد ما اقتناع بالرجل وأول مرة كمان تشوف إن الأزرق أزرق معنى أزرق غامق يعني يعني راحة بغالبية عظمة يعني مش فرق بسيط لا ده فرق جامد يعني فرق تعدى الواحد في المية او اتنين في المية او كده يعني دايما الحاجات اللي هي بالذات في السوينجرس تيتس دي فلوريدا كولورادو برده بتعتبر من السوينجرس تيتس نورث كالوراينا بتعتبر بنسلفانيا فعندك فلوريدا وكولورادو أزرق أزرق وبنسلفانيا أزرق أزرق يعني أزرق غامق يعني ده معناه إن هي راحة للديموكرات وعلى مهم ده كان يعني شرح بسيط ويعني إن أنا أذكر شيء كان مريت بيه في ذكرياتي مع انتخابات أوباما ونتكلم في الموضوع ده أكتر وجزء آخر عن الانتخابات لأن الموضوع ده محتاج كلام كتير ومحتاج شرح كتير وإن إحنا نتكلم عن حاجات كتير ونشوفكم على خير إن شاء الله والسلام موسيقى موسيقى